أول جمعة في شهر محرم سورة قصيرة ستبدل حياتك تفتح لك أبواب الفتوحات والخيرات والحظوظ طوال العام بإذن الله أسرع بقراءتها وراقب بنفسك ما سيحدث بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين السلام عليكم ورحمة الله سنة سعيدة وجمعة مباركة وكل عام وأنتم في أحسن الأحوال أول جمعة في محرم وسر من الأسرار النورانية العجيبة التي ستفتح لكم بها أبواب الفتوحات من كل جانب بإذن الله ولذلك أرجو أن تشاركوا الفيديو ليستفيد الجميع ولا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك ولكم الأجر والثواب تتوالى الليالي والأيام وتتعاقب السنين والأعوام لا تكاد تنتهي مواسم طعاء حتى تعقبها أخرى ولا تنقضي فرص حتى تطل علينا غيرها ودعنا شهرا محرما آخر العام ذي الحجة واستقبلنا عاما هجريا جديدا يفتتحه شهر حرام وهو شهر الله المحرم شهر محرم شهر الله العامر بالأفضال والخيرات والنفحات الربانية نفحات تولق بها أبواب الشر وتفتح بها أبواب الخير ومن أراد أن يتعرض لهذه النفحات فبالعمل الصالح والعبادة وذكر الله والتقرب إليه سبحانه والصيام لمن استطاع ونحن أمام أول جمعة من أول شهر في العام الهجري ويجب أن لا تفوتها أبدا بدون هذه اليقودة وسر يفتح لك فتحا عظيما في حياتك وسترى منه عجائب بإذن الله جوهر من الجواهر المكنونة والتي لن تجدوها إلا على قناتكم قطر الندى بفضل الله سر عظيم سيحقق الله لك به الأمنيات وسترى عاما مليئا بالمسرات والمفاجآت والحظوظ وتحقيق الأمنيات بإذن المولى فإن كان عليك هم أو غم أو ضيق أو كرب إن كانت عليك ديون أو عزيز عليك مسجون تعاني من المرض أتعبتك المشاكل والعقوسات وقلة الحظوظ ووقف الحال أي مشكل تظنه مستحيلا حله فخلصك بيد الله وبسر هذه الجوهرة ستشرق شمس الفرج والفرح في حياتك وسترى النصر والتيسير لكل أمر أمامك أول جمعة من محرم إذا قرأت هذه السورة القصيرة مقترنة بهذه الصيغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم ما نفتتح به أول جمعة من العام هو الصلاة على خير خلق الله سترى عجائب من فتح الحظوظ والفتوحات وجلب الخيرات وتدفع عنك النحوسات ستتنزل عليك المنح الإلهية والعطايا الربانية بسر هذه الجوهرة ستفتح لك أبواب الأرزاق والمسرات وتفك عنك القيود والتعطيلات وستقضى جميع حوائجك وسينصرك الله على أعدائك بإذن الله ويسخر لك كل المخلوقات لمحبتك ولطاعتك ولقضاء حاجتك بسر هذه اليقوتة سينور الله بصيرتك ويفتح لك كل المغاليق نعم كل هذه النعم وأكثر والله ستراها بنفسك وستتعجب من ذلك فقط اليقين والإخلاص هو شرط العمل وسرعان ما تتجلى لك التجليات والبرهان وتكشف لك الأسرار بإذن الله وبسر سورة الفاتحة وصلاة الفاتحة وكلنا نعلم سلاة الفاتحة وعجائبها ومعجزاتها وكراماتها في فتح الأبواب المغلقة وفي تحقيق المستحيل وكلنا نعلم سورة الفاتحة وما أوضع الله فيها من أسرار ومن أنوار وما أدراك ما سورة الفاتحة ومكنوناتها وعجائبها فلك أن تعقد النية على أي شيء تريده أو تتمنى وفي أول جمعة من محرم وبعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر بين العصر والمغرب تجلس على وضوء لمن عليها من الأخوات عذر شرعي فيجوز لك عمل هذا الورد تستقبل القبلة وتقرأ صلاة الفاتحة اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراتك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله الطيبين تقرأ هذه الصلاة 111 مرة ثم تقرأ بعدها سورة الفاتحة 41 مرة ثم تختم بصلاة الفاتح بنفس العدد والذي هو 111 مرة ثم تقول اللهم إني أسألك بجاه سيدنا محمد الفاتح لما أغلق أن تفتح لي أبواب الرضا والتيسير وتغلق عني أبواب الشر والتعسير وتسخر لي جنود الأرض وملائكة السماء وتفتح لي برزق لا ينفد وبدعوة لا ترد وتحقق لي ما أرجوه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تقول هذا الدعاء القصير ثلاث مرات أو سبع مرات فهذا الورد من المجربات العجيبة ومن الأوراد النورانية الصحيحة والثابتة والتي أتت بنتائج غريبة جدا من الأسرار الروحانية التي تفتح بها الأبواب وتستنزل بها الأرزاق وتجلب بها الحظوظ وتتغير بها الأحوال بإذن الله تعالى ويمكن أن تدوم على هذا الورد مدة سبعة أيام وعلى حسب استطاعتك طبعا وسترى بإذن الله عجائب وغرائب فأسرع بقراءته وانتظر بعدها البشارات والمعجزات وتحقيق أصحاب الأمنيات بفضل الله ودومتم في رعاية الله شكرا على المتابعة إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا على القناة بالاشتراك ولايك ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع أحبكم دائما والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة